السلام عليكم ورحمة الله وبركاته رسام بادئ أو رسام محترف وحابب يظهر معنا في القناة ويظهر شغله أو يشتغل معنا على الهوى والناس تشوف شغله يكلمني بعد الحلقة على رقم الخاص وإن شاء الله ينورنا ويتضيف معنا في الحلقات اللي جاي هنبدأ مع بعض النهاردة بمناسبة شهر رمضان الكريم هنبدأ كل سنة وانتوا طيبين الأول هنبدأ نرسم فنوس رمضان ونشوف أطفالنا هيرسموا الفنوس بكذا شكل مختلف زي ما تعودنا يلا بينا نبدأ مع بعض نبدأ بشكل أو الشكل الأول لفنوس رمضان بنبدأ نعمل مسلس طبعا احنا اتفقنا ان احنا بنشتغل بالأشكال الهندسية بنعمل مسلس كده وعكسه مسلس كده تمام المسلسين عكس بعض زي ما احنا شايفين وفيه جزء متداخل متداخل ما بينهم بنبدأ هنا نعمل مسلس تاني كده يبقى اصبح ان احنا مسلسين واحد كبير واحد صغير متقابلين بالسن كده وهنا عكسهم مسلس فوق متداخل تمام هنبدأ نمسح الخطوط الداخلية اللي احنا دايما بنمسحها بعد ما بنكون الشكل وهنا نفس الكلام تمام وهنا بنعمل دايرة صغيرة بنبدأ بعد كده بنشكل اشكال مثلا بنقسم التقسيمة دي كده ونلون طبعا التلوين بتاعنا بألوان مختلفة تمام كده بشكل بسيط من خلال المسلسات قدرنا نوصل لشكل الفانوس ناخد شكل تاني مع بعض للفانوس هنعمل دايرة تمام وهنقسم الدايرة كده بمسلس لتحت كده تمام وهنبدأ ناخد دايرة هنا كده ونقسم الدايرة كده نصين هنبدأ نمسح الجزء اللي تحت ده ونبدأ نمسح الدواخل دي كده ودي كده وابدأ اخد الجزء دا كده الجزء دا كده وبرضه هنا دايرة لشبيهة الهلال تمام وببدأ اقفل دي كده وبرضه عايز اعمل دي كده زي ما انا عاوز وابدأ انزل بها كده خطوط الخطوط دي في التكوين الالوان بتبقى شكلها جميل بنلونها طبعا على حسب ما انا تخيل ده شكل تاني للفانوس بشكل مبسط ناخد شكل تالت برضه هنعمل دايرة كده تمام وشكل بيضاوي كده ودايرة هنا تمام ببدأ امسح برضه الاجزاء الداخلية دي كده واعمل دي كده تمام وابدأ امسح الاجزاء الداخلية دي كده واقفل دي كده عايز اعمل دي كده ودي كده عايز اخلي دي مثلا برضه منحنايات كده ما فيش مشكلة خالص وابدأ اعمل الدايرة اللي هي يتمسك منها الفانوس تمام وبرضه عايز اقسم دي براحتي تمام دايما اعاوز تمام بدأنا الحلقة بفانوس رمضان طبعا بمناسبة شهر رمضان الكريم كل عام وحضراتكم بخير هنبدأ بعد كده ندخل على شخصية تانية شخصية برضه قريبة كنا بنشوفها في شهر رمضان وشخصية معروفة جدا وهي شخصية بكار طبعا كلنا عارفين هنبدأ بأول شكل مع بعض مع بكار نبدأ مع بعض شخصية بكار بكار هنبدأ بشكل بيضاوي كده وشكل بيضاوي كده وشكل بيضاوي كده وشكل بيضاوي كده تمام ببدأ أمسح بقى الخطوط الداخلية دي كده وابدأ أمسح الجزئية دي كده واعمل له القصة هنا تمام ببدأ أعمل هنا الودن شكل بيضاوي وهنا كمان برضه الودن شكل بيضاوي وابدأ أعمل المنحنيات بتاعت شعره كده على نفس الدوران اللي أنا واخده وامسح الجزء ده دي الطائلية اللي بيلبسها بكار طبعا عارفينها شكلها معروف تمام ببدأ أعمل هنا شكل بيضاوي وقفله من تحت كده دي العين بتاعت بكار تمام ببدأ أعمله من أخيره والبق كده تمام وابدأ أنزل بمستطيل كده أو مربع واخد الجزئية دي كده زي مستطيل وهنا كمان بنزل بمستطيل وهنا كده مستطيل كده واكسره كده بمستطيل تاني تمام أبدأ أعمل هنا كمان مستطيل وهنا كمان مستطيل وهنا مربع صغير مربع صغير ببدأ أخد رجليه وهنا شكل بيضاوي للرجل هنا والرجل هنا ببدأ أثبت الكاف بتاعه كده وكده الكاف برضه وابدأ أمسح الأجزاء الداخلية هنا دي تبقى منحانة بسيط كده طبعا بكار مشهور بالجلبية البيضة الجلبية النوبية هو شخصية نوبية ببدأ هنا أعمله الجاكت الأحمر الجميل بتاعه تمام بطريقة مبسطة زي ما احنا شفنا شخصية بكار بمنزور هناخد كمان منزور لشخصية بكار تمام نركز مع بعض وياريت نكون ماشيين مع بعض خطوة بخطوة وبنرسم مع بعض بنفس التفاصيل زي ما نشغل بالزبط ولو أي أخطاء أي غلط امسح وعيد عشان تقدر توصل للشكل الصح نبدأ برضو بكار شكل بيضاوي برضو شكل بيضاوي هنا برضو شكل بيضاوي شكل بيضاوي هنا تمام نبدأ نفتح التفاصيل الداخلية برضو ببدأ أنا هعمل هنا الشعر والودن وابدأ أمسح الجزء ده وهنا نفس الكلام أمسح الجزء ده وابدأ أعمله القصة بتاعته مشهورة تمام ببدأ أعمل العين هنا العين مقفولة مغمض عشان هيبقى بشكل مختلف عن المرة اللي فاتت هنبدأ ناخد زي شكل مسلس كده ونعمله بمنحانة كده هنا تمام وابدأ أخد مستطيل كده ولفه كده زي مسلس يعني أو مستطيل مفتوح شوية وابدأ أخد الجزئية دي كده واعمل له الكف الكف بتاعه الكف بتاعه كده هنا الرجلة هنبقى هنا مستطيلة كده وابدأ أخد شكل بيضاوي كده وامسح الجزء الداخلي ده واخد جوه شكل ايه يديني المنظور بتاع الحزاء تمام هبدأ أخد جزء كده زي مستطيل وبرضه بشكل بيضاوي كده يديني الحزاء تمام برضو أخد برضو المنحنات بتاعة الشعر دي وابدأ برضو الطائية بتاعة بكار المشهورة تمام خدنا شكل بمنظور تاني لشخصية بكار تمام تعالوا ناخد منظور تالت لنفس الشخصية هنبدأ برضو بس شكل البيضاوي هيبقى العكس كده وهنا نفس الكلام شكل بيضاوي وهنا شكل بيضاوي وبعدين باخد شكل بيضاوي كده ببدأ أمسح التفاصيل الداخلية دي اهو وابدأ أخد منطقة الشعر منطقة الودن وامسح الجزية الداخلية دي التفاصيل الداخلية ابدأ أخد برضو القصة بتاعته تمام بشكل بيضاوي كده العين المناخير تمام ببدأ أخد الجزء اللي هو المسلس اللي احنا بنوصله كده جزء جسمه وابدأ أخده برضو بمنحنة كده خفيف واخد مستطيل كده مستطيل كده ومربع كده ومربع كده وبرضو ببدأ أخد شكل بيضاوي كده شكل بيضاوي هابدأ أخد شكل مستطيل كده وشكل مستطيل كده وابدأ أعمل منحنة كده خفيف وابدأ أعمل اديه شكل مستطيل كده شكل مستطيل كده وابدأ أعمل كفه كده السديري المشهور بتاعه تمام قدرنا زي ما احنا شايفين نوصل لشخصية بكار بتلاتة منظور مختلف بشكل مبسط جدا أتمنى أن نكون مشينا مع بعض خطوة بخطوة وقدرنا نوصل لشكل بكار بالطريقة السهلة دي تعالوا ناخد شخصية تاني ناخد شخصية القطة كيتي طبعا شخصية معروفة برضو هناخدها مع بعض بثلات أشكال مختلفة نركز مع بعض طبعا القطة كيتي معروفة أن هي قطة كده صغيرة جميلة أطفالنا بيحبوها هنعمل شكل بيضاوي كده وهنعمل مسلس كده ومسلس كده تمام ونعمل العين دايرة هنا ودايرة هنا وهنا مناخير هنا بيبقى فيه الجزء ده وهنا بيبقى فيه فيونكة صغيرة كده تمام تمام بنعمل مسلس بننزل بمسلس كده وممكن نلف ونظام دورانات كده تمام بابدأ أمسح الجزء ده وابدأ أخد شكل بيضاوي هنا كده شكل بيضاوي هنا كده واعمل دوران هنا خفيف دوران هنا خفيف وهنا دوران خفيف تمام بابدأ أخد شكل بيضاوي كده برضه شكل بيضاوي كده برضه مشي وشكل بيضاوي كده شكل بيضاوي كده وامسح التفاصيل الداخلية نسيب الجزء ده كده تمام وامسح الجزء ده تمام بابدأ أعمل فيونكة صغيرة هنا وهنا كده واعمل حزام بسيط كده للفستان تمام وابشكل مبسط وصلنا لشخصية القطة كيتي تمام ناخد لها شكل تاني بمنظور تاني مع بعض هنعمل برضه نفس الشكل البيضاوي نفس الشكل بالزبط وبرضه المسلس لها الودن تمام هنعمل العين برضه وهنا المناخير تمام هبدأ أعمل مسلس كده نفس الكلام وامسح الجزء ده وابدأ أخد شكل بيضاوي هنا شكل بيضاوي هنا وشكل بيضاوي كده وشكل بيضاوي كده تمام هنا أعمل دوران خفيف كده بمبيه وهنا العكس تمام وابدأ أفرغ المناطق دي كده الشكل البيضاوي كده تمام نعم نعم فبشكل مبسط جداً بدنا نوصل لشكل تاني للشخصية لشخصية القطة كي قطة كي تمام ده شكل تاني بشكل مبسط ناخد كمان شكل لشخصية القطة كي تمام هنبدأ نعمل برضو شكل بيضاوي كده وبرضو المسلسين الود والبيبيونة فيهم كالجميلة دي ودي برضو العين مخير تمام ببدأ أخذ المسلس بتاعي وعمل له دوران كده وامسح الجزء ده أعمل شكل بيضاوي هنا كده وامسح الجزء ده وشكل بيضاوي هنا كده وشكل بيضاوي هنا كده أبدأ أمسح الجزء ده وده تمام وين شكل بيضاوي صغير وشكل معانا اتصال معانا اتصال إبراهيم أستاذ إبراهيم اتفضل السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله بركاته أهلا بحضرتك يا فندم اتفضل أعمل يا فنان الحمد لله تمام إن شاء الله فنانا والله منتظر حضرتك كل أسبوع بالبلدك الجميل ده حبيب قلبة إسلام لي منورنا طبعا كل أسبوع وإن شاء الله تستفيدوا معانا دايما يا فن إن شاء الله رسمح لبوشة كده جاملة جبرة والأطفال برساوه كل سهولة يعني الحمد لله يا فندم احنا ماشيين خطوة بخطوة زي ما انت شايف بطريقة مبسطة جدا ولو أولاد حضرتك بيرسموا معانا دلوقتي يصوروا الرسومات بتاعتهم وينزلوها على صفحة الأكاديمية عندي وإن شاء الله أشوفها وارد عليهم أقولهم رأي بإذن الله واتمنك يا فندم إن شاء الله في الفترة الجاية كده يعني نشوف حاجات كده يعني أجمل يعني زي رسم بورتري ومنظر طبعية يعني كانين احنا كثبار إن شاء الله يعني نتعلم الحاجات الجميلة دي برضو والفنين الجميل إن شاء الله يا فندم بإذن الله هيبقى في حلقات خاصة بالبرتري وهنعلم إزاي نخلي الشاب أو الطفل يتعلم البورتري بطريقة بطرق مختلفة يعني البورتري ليه أكتر من طريقة للتعليمه بخطوة بخطوة فإن شاء الله بإذن الله تابع معنا حضرتك وإن شاء الله هتلاقي كل جديد بإذن الله شكرا يا فندم نكمل مع بعض نكمل الشخصية شخصية القطة قيتي هنرسمها وهي بترسم يعني إيه نرسمها نرسم القطة قيتي وهي بترسم ودي الستاند الرسم هو حامل الرسم تمام آآ زي ما انتم شايفين هو أكنا مسلا نعتبرها بترسم قط برضو نفس الحكاية أو ممكن نخليها ترسم أي حاجة آآ بشكل بسيط جدا وصلنا لثلاث أشكال مختلفة لشخصية القطة قيتي تمام فطبعا هنيجي مع بعض ناخد شخصية جديدة آآ ناخد شخصية طبعا كلنا عارفين الشخصيتين المميزين جدا آآ اللي هما آآ توم أنجيري القط والفار هنبدأ نشتغل مع بعض شخصية القط والفار هي صعبة شوية بس نبدأ خطوة بخطوة مع بعض وإن شاء الله هنتعلمها بسرعة تركزوا معايا في الخطوات بالزبط يلا نبدأ مع بعض وكله يبقى معايا طبعا أم حافظة تفضل يا فندم أهلا وسلام عليكم وعليكم السلام وطلع بركاته أهلا وزك يا رسان أهلا نزا حضرتك يا فندم حضرتك أنا مبسوطة بك جدا ربنا يخليك يا فندم تسلميلي حسن ترسم العلوسة كيتي دلوقتي وماشاء الله يعني بسلمها بكل بساطة وتسلم إيدك بصراحة ربنا يخليك يا فندم أتمنى أولاد حضرتك يكونوا مركزين معانا وإن شاء الله يتعلموا كويس جدا هم صراحة بيستنوك كل حد يعني بيستنوا برنامج حضرتك ومبسوطين بك جدا يعني الحمد لله يا فندم ربنا يبسطهم كمان وكمان وإن شاء الله دايما يستفادوا معانا ويتابعونا في الحلقات القادمة إن شاء الله شكرا شكرا يا فندم مع السلامة نرجع لشخصية توم أنجيري توم أنجيري القط والفار صعب شوية وهياخدوا معانا وقت شوية بس تبقى حاجة لذيذة قوي لو مشينا خطوة بخطوة بإذن الله هنتعلمه وهيبقى حاجة كويسة جدا يلا نبدأ مع بعض أيوة شازة معايا أيوة السلام عليكم تفضلي يا فندم معاكم السلام تفضلي يا فندم شازة معايا تفضلي أيوة معاك يا حبيبتي تفضلي يا شازة طب ممكن ترسم براح عشان أنا برسم وراك فالخطوات بتكون صعب علي ماشي حبيبة قلبي أنا على فكرة ماشي خطوة بخطوة وماشي بالروحة جدا حاولي تغذي الخطوة وماشي خطوة براحة أمامك STEVE وإن شاء الله تتبيقيني برضو في الإعادة وعلي اليوتيوب بإذن الله وتستفادي إن شاء الله يا حبيبتي ركزي معايا واحدة وحدة إن شاء الله شكرا يا حبيبتي يلا نبدأ مع بعض القط والفار الشخصية الشخصيتين المشهورين جدا اللي احنا عارفينهم يلا بينا بنبدأ بشخصية القط بناخد دايرة كده تمام انا ماشي خطوة بخطوة هو الناس اللي بتقول ان انا بابقى سريع لأ خطوة بخطوة ادي الدايرة بسيطة جدا تمام ببدأ ااخد مسلس بمنحنة كده خفيف تمام وببدأ ااخد برضو مسلس النحية دي كبير كده تمام ببدأ ااخد الجزء دا كده وامسح دي تمام بالاستيكة كده والرصاص مع السكتش الالم رصاص بنبدأ نعمل دي كده زي منحنيات كده تمام وافتح دي المناطق دي كده جميل كده تمام ابدأ هنا ااخد اللي هي ايه زي شكل بيضاوي واقفله من تحت كده تمام ببدأ ااخد النن من الداخل برضو شكل بيضاوي كده تمام وابدأ ااخد هنا شكل بيضاوي تاني تحت العين كده ااخد كمان شكل بيضاوي صغير كده اللي هو بيضيني شكل المنخير تمام ببدأ هنا اعمل كده منحنة كده المنحنة ده بيضيني فتحة البق وابدأ ااخد هنا اطلع بانزل بالمنطقة دي كده تحت فتحة البق تمام هنا المنطقة دي كده بعمل لها دايرة بسيطة كده تمام وبرضو هنا دايرة بسيطة كده وابدأ اعمل منطقة الشنب ده كده وده كده ماشي خطوة بخطوة هو بنوصل للشكل ماشي يا شزا شزا اللي كلمتني من شوية تتابع معاي انا ماشي معاك خطوة بخطوة ماشي معاك خطوة بخطوة وحاولي تركزي معاي تمام ببدأ ااخد هنا شكل بيضاوي كده وشكل بيضاوي متداخل كده ميل سنة ده جاي كده وده جاي كده سن تمام ببدأ افتح الخطوط الداخلية كده تمام وببدأ ااخد شكل بيضاوي كده وفتح الجزء ده برضه تمام ببدأ ااخد شكل بيضاوي كده وفتح الجزء ده برضه بالاستيكة مع بعض واحدة واحدة تمام وابدأ هنا برضه ااخد شكل بيضاوي وهنا كمان شكل بيضاوي ابدا افتح برضو الخطوط الداخلية هنا ببدأ اعمل الكف كده وفتح الجزء ده على بعضه كده عشان يبقى الكف هنا حاطت ايده كده في جنبه تمام ببدأ افتح الجزء ده وهنا ببدأ اعمله الكف الصباع هنا وببدأ اعمل المنطقة دي كده كده تمام رافع ايده كده لفوق تمام ببدأ ازبط الجزء ده بقى كده منحنى خفيف كده وهبدأ ما اعمله منطقة البطن كده تمام هبدأ اخد شكل بيضاوي كده شكل بيضاوي كده وبرده شكل بيضاوي كده ماشي مع بعض اهو واحدة واحدة تمام وابدأ اعمله كف رجليه كده بشكل برضو بيضاوي كده بس اعمله بقى ايه ثوابة المنطقة دي كده بتبقى فيها زي ريش كده او الشعر بتاع جسمه تمام ببدأ اخد برضو شكل بيضاوي كده وشكل بيضاوي كده وافتاح هم برضو على بعض وابدأ اخد كف رجلي برضو كده تمام طريقة سهلة جدا واحدة واحدة بدأنا ناخد جسم شكل القط اه بنعمل بقى هنا منطقة الديل كده تمام اه بطريقة مبسطة وصلنا لشخصية القط اه هناخد اه شخصية الفار بقى هناخد كل شخصية هناخد جنبها المنظور هناخد المنظور بتاعها وجنبها شخصية اه الفار تمام هناخد شخصية الفار برضو هتبقى جنبه هنا صغيرة هيبقى اخي الشكل صغير كده وبرضو هنا هناخد الود وبرضو هنا روه عاملين شكل بيضاوي كده نمسح الجزء ده كده وناخد دي كده اهيه ونمسح الجزء ده كده تمام هبدأ ااخد برضو الشكل البيضاوي بتاع العين وابدأ ااخد شكل بيضاوي كده وبرضو شكل بيضاوي صغير جوه لان دي بس نزبطها شوية تمام وادي والحواجب بتاعته ببدأ اعمل هنا برضو شكل البؤ وبرضو انزل بمنطقة الدقن دي كده تمام برضو ااخد هنا الجزئية دي كده الجزئية دي كده تمام ببدأ ااخد شكل بيضاوي كده وشكل بيضاوي او صغيرة كده وابدأ افتح الجزء ده كده باخد شكل بيضاوي كده وشكل بيضاوي كده وشكل بيضاوي كده وابدأ افتح برضو المناطق دي كده على بعضيها تمام واخد شكل بيضاوي كده للرجل والصابع وبرضو نفس الكلام عكس كده والصابع تمام هنا ببدأ اعمل زي مسلس كده اه وهنا بعمل مسلس كمان كده القطعة الجبنة المعروفة بتاعة الفقر بتظهر معاه في كل اه في شخصياته في 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 المسلسل الكارتوني تمام او الفيلم الكارتوني بيبدأ هنا بعمل الكف بتاعه النحط التانية كده طبعا الحتة الجبنة بقى في اجزاء كده تمام ببدأ اعمل منطقة البطن كده ومنطقة الديل كده والديل كده كده عملنا اه وصلنا لشخصية اه القط والفار بطريقة مبسطة ومنظور اه 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 زي ما اه زي ما انتم شايفين اه هناخد شكل تاني اه ان شاء الله لنفس الشخصيتين بمنظور مختلف تمام اه نبدأ مع بعض الشكل التاني هنعمل دايرة كده تمام وهنا مسلس كده وهنا مسلس كده هيبقى العكس كده تمام وهنبدأ ننزل بدي كده ودي شكل مسلسات كده مع بعضيها في الجزء دي في الجزء ده تمام هنبدأ ناخد شكل بيضاوي كده وشكل بيضاوي كده ونبدأ ناخد برضو شكل بيضاوي هنا بتاعلين ناخد هنا الشكل البيضاوي بتاع العين تمام ونبدأ نعمل المنطقة دي كده الشكل البيضاوي بيبقى كده ماشي وهنعمل شكل بيضاوي هنا كده وشكل بيضاوي هنا كده بتوصل كده كده تمام بعد كده بابدأ ااخد شكل بيضاوي كده شكل بيضاوي طويل شوية مع شكل بيضاوي كده في الجزء دي وبعد كده باخد شكل بيضاوي كده وشكل بيضاوي كده ونفس الحكاية كده تمام بابدأ افتح المناطق اللي دخلت بعضيها دي تمام الخطوط الداخلية تمام هبدأ اعمل هنا وهنا شعر المنطقة دي وهبدأ اعمل هنا الصوابع تمام وهبدأ افتح المنطقة دي كده وابدأ ااخد منطقة البطن هنا هنا المنطقة دي فيها منحنة خفيف تمام وابدأ ااخد بدين تمام اه بنبدأ نعمل منطقة الكف هنا برضو هنا منطقة الكف وهنا برضو منطقة الكف تمام نفس القاعدة المشهورة اللي متعاودين نشوفها لشخصية الكف نعمل طبعا نفس اللي بيعمله القط بنلاقي الفر دايما بيقلده في نفس حركاته فهنعمل هنعمل الفر نفس الحكاية برضو شكل بيضاوي هنا والجزء ده كده نمسح دي ونبدأ ناخد الشكل ده كده وهنا الشكل البيضاوي وهنا العينين شكل بيضاوي تمام برضو هناخد هنا شكل بيضاوي نفس الكلام بالزبط نفس الوضع بالزبط بتاع القط تمام برضو هنا شكل بيضاوي وهنا شكل بيضاوي وتعمل ايه الصوابع بتاعة القط تمام بنبدأ ناخد شكل بيضاوي كده وشكل بيضاوي كده وشكل بيضاوي كده امسح الدواخل كده مكينة داخلية تمام وهنا كده فانطيقة الرجل وبعدين ناخد فانطيقة الدقل تمام خدنا شخصية الفر مع القط اه توم انجيري اه بشكل مختلف او بمنظور مختلف بنفس اه طبعا الفرز زي ما احنا شايفين دايما بيقلده في كل حرقاته فاخدنا الشكلين دول هناخد مع بعض شكل تالت اللي برضو نفس الشخصيتين هنمسح الجزء ده بس عشان المساحة تمام هنبدأ ناخد نفس الكلام هنا دايرة تمام وهنا المسلس بمنحانة كده وهنا نفس الحكاية نمسح الجزء ده كده ونبدأ ناخد المنطقة دي كده تمام وندخل بالجزء دي كده نبين شكل الودن هنا هناخد شكل بيضاوي تمام وهنا شكل بيضاوي وامسح الجزء ده وامسح الجزء ده هبدأ ااخد شكل بيضاوي هنا المناخير برضو وشكل بيضاوي كده العينين وابدأ اعمل النين من جوه برضو شكل دغران بسيط تمام هبدأ ااخد هنا الجزء ده يكبر شوية هبدأ ااخد كده تمام فتحة البق تمام وابدأ اديها افرغ لها كده شوية للدع تمام وابدأ ااخد شكل بيضاوي كده وشكل بيضاوي كده العكس شوية ميل شوية تمام ااخد شكل بيضاوي كده وشكل بيضاوي كده وشكل بيضاوي كده وشكل بيضاوي كده وامسح المنطقة المتدخلة دي كده تمام تمام شكل بيضاوي كده شكل بيضاوي كده منطقة البطن وابدأ اعمل هنا الكاف تمام وابدأ اعمل هنا الكاف تمام وابدأ اعمل هنا شكل مستطيل كده او متاع مسلس كده وابدأ ااخد شكل بيضاوي كده واخد الدورانات السوابع برضو شكل بيضاوي كده وشكل بيضاوي كده وشكل بيضاوي كده برضو هفتح المناطق دي كده تمام وصيلنا لشكل اه الوت بشكل stos وشكل بمنظوم مختلف والشخصية الا اه الوت طبعاصل عشان وقت برنامجنا خلص أنا سعيد جدا بالناس اللي اتصلت وتابعونا وسعيد جدا بالناس اللي دايما بيتعلموا معنا وبيتابعوا معنا خطوة بخطوة وإن شاء الله زي ما قلنا في أول الحلقة اللي عنده موهبة الرسم أو رسام مبتدئ أو رسام وعنده شغل وحابب يظهره ينورنا إن شاء الله في البرنامج ويكلمني على رقم الخاص بعد الحلقة وإن شاء الله تابع معاكم وتنورونا في الحلقة وتظهروا شغلكم واللي عنده الموهبة وحابب يجي تعلم معنا في الحلقة مباشر إن شاء الله ينورنا وهنتظركم وهنتظر تليفوناتكم بعد الحلقة إن شاء الله وكل سنة وانت طيبين بدون نسبة شهر رمضان الكريم وربنا إن شاء الله يرجع أيامنا الجميلة من تاني ويبعد عنا الوباء وبشكركم جدا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته